السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ومشاهدين الكرام والنشرة الجوية أطلقت اليوم أو فجر اليوم إدارة الأرصاد الجوية تحذير جوي بانخفاض الرؤية الفقية إلى أقل من 500 متر مع رياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم فيها ساعة كانت في الصبح كانت جنوبية غربية تحولت مع عبر الجبهة الباردة إلى شمالية غربية أيضا نشطة سرعة أثارت القبار خاصة على مناطق البرية أدت إلى خفاض الرؤية إلى 100 متر على المناطق البرية ومن توقع أن يستمر القبار الخفيف العالق إلى مساء هذا اليوم مع رياح راح تكون خفيفة السرعة إلى معتدلة ما بين 10 إلى 35 كم في الساعة حاليا الرؤيات بدأت تتحسن في أقل مناطق الكويت معدى المناطق الساحلية والبحرية إلى الآن الرؤيات ما بين 1500 متر إلى 2000 متر أما مدينة الكويت درجة حارة الحالية 23 درجة مئوية كانت اليوم الصبح زام شهادين سجلت العظمة اليوم الصبح الساعة 6 و25 دقيقة تقريبا سجلت 26 درجة مئوية مع عبور الجبهة الهوائية الباردة انخفضت درجات الحرارة الحرارة الحالية في مدينة الكويت 23 درجة مئوية الرطوبة النسبية من خفضها 26% أما رؤية الفقية فأربعة كيلو حاليا في مدينة الكويت والهوى شمالي غربي 13 كيلو متر في الساعة سرعتها صورة الغمر الصناعي توضح الغيوم التي كانت علينا مشاهدين اتجهت إلى الجنوب الشرقي مع عبور الجبهة الباردة اليوم أدت إلى إثارة الغبار وما زال بعض الغبار أيضا على شمال غرب الكويت هم متوقع أن تخفضوا الرؤيات على الشمال إلى ما دون 3000 متر خلال الساعات الغادمة ما زلنا تحت تأثير المخفض الجوي الغادم من الشمال الغربي من متوقع خلال 24 ساعة الغادمة أن يدخل عنه مرتفع جوي ومن ثم من يوم الأربعة والخميس يعود المخفض الجوي ماراثانيا وفرص أمطار خفيفة متفرغات طقس متوقع حتى منتصف هذه الليلة رح يكون طقس بارد نسبي درجات حارة ما بين 14 درجة مئوية إلى 15 درجة مئوية 14 درجة مئوية في القرب أما مدينة الكويت ومطار الكويت 15 درجة مئوية لكن أحساس بالبرودة رح يكون أقل بسبب خفاض الرطوبة النسبية أما الواحل ما بين 16 درجة مئوية إلى 17 درجة مئوية على الجزر فيليتشا قاروك برومة مرادة 18 درجة مئوية الجزر هنا الشمالية 16 درجة مئوية باشر الصبح إن شاء الله رح تنخفض درجات الحرارة أيضا طقس بارد رح يكون درجات حارة ما بين 11 درجة مئوية إلى 12 درجة مئوية على قرب البلاد أما مدينة الكويت ومطار الكويت 13 درجة مئوية استمرار الهواء الهواء رح يكون شمالي غربي أو متغلب الاتجاه الليلة الساعة 12 لكنه رح يكون جنوبي غربي خلال ساعات صباح الأولى خفيف إلى معتدل السرعة ما بين 10 إلى 25 أو 28 كم في الساعة أيضا على السواحل درجات حارة رح تكون 14 درجة مئوية 17 إلى 18 درجة مئوية على الجزر فيليتشا والجزر الجنوبية جزر الشمالية ما بين 15 إلى 14 درجة مئوية واستمرار الغبار العالق لكن باتشر الظهر رح يكون الهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة ما بين 15 إلى 35 كم في الساعة درجات الحرارة رح تكون ما بين 21 درجة مئوية على قرب البلاد 22 درجة مئوية في مطار الكويت ومدينة الكويت أما المناطق الساحلية أيضا رح تكون 22 درجة مئوية إلى 23 درجة مئوية الهواء رح يكون على السواحل أيضا شمالي غربي لكنه متغلب الاتجاه داخل البحر خفيف السرعة درجات حارة في الجزر فيليتشا والجزر الجنوبية ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية الجزر الشمالية ما بين 21 إلى 22 درجة مئوية استمر الهواء رح يكون شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة ما بين 10 إلى 30 كم في الساعة باجر إلى 2 درجات حارة رح تكون ما بين 15 إلى 17 درجة مئوية على غرب البراد أما السواحل والجزر ما بين 18 أو 17 إلى 19 درجة مئوية حالة البحر المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة اليوم البحر عالي ما زال بسبب الهواء الغوية والنشط الذي كان موجود اليوم رح تخف الأمواج تدريجيا خلال الفترة القادمة أو الساعات القادمة ما بين 2 إلى 5 تقدام رح يكون الليلة على مد الساعة 21 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة المد الثاني ساعة 22 و35 دقيقة مساء الجزر الأول ساعة 28 دقيقة صباح الغد أما الجزر الثاني فيها ساعة 38 و31 دقيقة من مساء يوم الغد موعد أذان الفجر قدر إن شاء الله ساعة 5 و5 دقيقة شروق الشمس ساعة 6 و24 دقيقة قروب الشمس ساعة 45 دقيقة أما التقسم التوقع خلال الأيام المقبلة إن شاء الله رح تكون درجات الحرارة ما بين 25 درجة مئوية تنخفض إلى منتصف هذا الأسبوع إلى 22 درجة مئوية ومن ثم رح ترتفع مرة ثانية من يوم الخميس والجمعة ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية أما الرياح الاثنين وثلاثة رح يكون هواء الشمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة ما بين 15 إلى 35 كم في الساعة يتحول إلى جنوب الشرق يبتداء من يوم الأربعة والخميس إلى الجمعة أيضا من 15 إلى 35 كم في الساعة مع فرص لأمطار متفرقة خفيفة متفرقة يوم الأربعة والخميس أما الدرجات الحرارة مثل ما قلت ما بين 25 إلى 27 درجة مئوية الصغرى ما بين 13 إلى 15 درجة مئوية في مدينة الكويت أما المناطق الغربية فتتراوح ما بين 11 درجة مئوية إلى 9 درجات مئوية كانت هذه النشرة الجوية أعزائي المشاهدين الآن ننتقل معكم إلى درجات الحارة والطقس متوقع حول العالم والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر